بسم الله الرحمن الرحيم سأسترد مع بعض الجزء الأخير من الواحدة الأولى وهو جزء مهم جداً وهو المتبينات تعريف المتبينة هو إيه؟ المتبينة هي تعبير رياضي يحتوي على عمليات رياضية عمليات رياضية زي إيه؟ زي جمع طرب طرح اسمة جزر قص هذه العملات الرياضية مطبقة على بعض المتغيرات وكلمة متغيرات برمز لها غالباً برمز X Y Z كما يحتوي هذا التعبير الرياضي على أحد علامات التبينة الخمسة ما هي علامات التبينة الخمسة؟ أكبر من أصغر من أكبر من أو ساوي أصغر من أو ساوي لا يساوي بعض خواص المتبينات هنقولها مع بعض لو أنا كان عندي X Y Z دي أعداد تنتمي للR يعني أعداد حقيقية إذن إذا كان X أكبر من Y ده تعبير رياضي يحتوي على علامة التبين ومتغيرات X و Y فهي متبينة وكان عندي أن Y أكبر من Z بالتالي إذن X أكبر من Z تاني لو X أكبر من Y وال Y أكبر من Z يبقى بالضرورة لازم تكون X أكبر من Z الخاصية التانية لو أنا عندي X أكبر من Y وضفت أو طرحت عدد على كل طرف إذن هتفضل المتبينة كما هي X زائد أو ناقص Z هتفضل أكبر من Y زائد أو ناقص Z طيب لو كان عندي X أكبر من Y ده متبينة وكان عندي Z ده عدد أكبر من الصفر فإذن لو ضربت الطرفين في عدد موجب هتظل علامة التبين كما هي لو أسمت الطرفين على عدد موجب هتظل علامة التبين كما هي لكن لو أنا عندي X أكبر من Y والZ ده عدد سالب أقل من الصفر فإن لو ضربت الطرفين في Z هتغير علامة التبين كان هنا أكبر من هنا أصغر من نفس الكلام لو أنا أسمت على عدد سالب فعلامة التباين هيحصل لها تغيير عايز أقول أن الأربع خواص دول لو أنا شلت علامة الأكبر دي وحطت مكانها أي علامة من الخامسة اللي احنا قلنهم فوق دول هتفضل كما هي يعني لو ده أكبر من أو ساوي هتفضل دي أكبر من أو ساوي لو ده أكبر من أو ساوي هتفضل دي أكبر من أو ساوي أكبر من أو ساوي هتفضل دي أو دي أكبر من أو ساوي وهكذا أكبر من أو ساوي هتفضل دي ودي أكبر من أو ساوي لو أنا غيرتها علامة التباين دي لأقل من هتبقى دي أقل من هتفضل دي أقل من يعني أن هذه الخواص الأربع مطبقة على كل علامات التباين طرق حل المتبينات غالبا بنجمعهم في اربع طرق الطريقة الاولى لو كانت المتبينة بتاعتي من الدرجة الاولى في متغير واحد من الدرجة الاولى في متغير واحد يعني اقصى حاجة موجودة هي اكس مرفوع لأستكام واحد بنعمل ايه بنجمع كل الحدود اللي فيها الاكس اللي فيها المتغير في طرف وبقى الحدود هتبقى ثابتة في الطرف الايه الطرف الاخر وبعد كده اقسم على معامل اكس او معامل متغير الاكس طيب وتكون هذه الفترة مغلقة الناتجة والحل بتاعها اذا كانت علامة التبين اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي يبقى كلمة يساوي يبقى تخلي الفترة بتاعتي مغلقة لكن لو كانت مفيش فيها يساوي هتخلي الفترة بتاعتي مفتوح مثال حل المتبينات التالية اول متبينة عندي اتنين اكس ناقص واحد اكبر من الصفر اعمل ايه في كم حد عندي فيه متبينة متبينة طرف يمين طرف يسار علامة التبين وفيها متغير اللي هو اكس مفيش للحد ده بس اللي في اكس يبقى اخليه في طرف هتبقى اتنين اكس اكبر من او يساوي ستة اودي الواحد للطرف الاخر باقشارة مخالفة يبقى زائد واحد هيبقى اتنين اكس اكبر من سبعة اقسم هنا على اتنين واقسم هنا على اتنين اصبحت الاكس اكبر من سبعة على اتنين اللي انا ممكن اكتبها تلاتة ونص طيب ده خط الاعداد ده ده التلاتة ونص الاكس ما لها الاكس اكبر منه فين الاكبر منه يبقى علي منه يبقى المنطقة دي كلها يبقى الاكس بتاعتي بتنتمي لفترة بدء من ثلاتة ونص الى مالة نهاية دائما ان المالة نهاية والسلب مالة نهاية بعمى عليها مفتوحة لكن التلاتة ونص على حسب العلامة بتاعت فيها يساوي تبقى مغلقة مفيش فيها يساوي تبقى مفتوحة ويبقى الحل بتاعي هو اكس تنتمي للفترة من ثلاتة ونص الى مالة نهاية